بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء نواصل مع الشبتر الثاني بعنوان Statics of Particles في جزئه الخامس نتناول إن شاء الله اليوم بالAddition of Forces by Summon Components فمثلاً هنا لو عندي بارتكل A وتبق عليها فورس P و S و Q I wish to define the resulting of three or more concurrent forces المقصود بكلمة concurrent يعني هي بتتلاقى في نقطة واحدة زي ما نشوفوا هنا مع الفيكتور P و S يعني هي ثلاث قوة بتلتقي في النقطة A هذا في أني أحسب المحصل R اللي بيساوي P plus Q plus S الفكرة أنه We will try to solve each force into rectangular components المقصود هنا بRectangular Components أني أخذ مثلاً الفيكتور P هنا واكتب المكونات PX باتجاه ال-X و PY باتجاه ال-Y أسوي نفس الشي مع الفيكتور S والفيكتور Q واكتب مكوناته باتجاه ال-X وباتجاه ال-Y بعدين لو أعايز أكتب المحصل في شكل مكونات Rx و RY طبعاً هنا رح نذكر معاهم اليونت فيكتور I اللي هو باتجاه ال-X واليونت فيكتور J اللي هو باتجاه ال-Y بالنسبة للفيكتور P رح يكون عنده مكون PX و PY الفيكتور Q بتكون عنده مكون QX و QY والفيكتور S رح يكون عنده مكون SX و SY رح أخذ هنا كعامل مشترك I وضع بين قوسين PX وال-QX وال-SX يعني المكونات اللي بتكون باتجاه المحور X وسوي نفس الشي مع اليونت فيكتور J أضعه كعامل مشترك وأضع كل المكونات باتجاه ال-Y S-Y و QY و PY بين قوسين The scalar components of the resultant are equal to the sum of the corresponding scalar components of the given forces المكون RX هذا رح يساوي PX QX و SX والمكون RY رح يساوي PY QY و SY يعني أنا في نهاية الأمر أجمع كل المكونات اللي باتجاه ال-X عشان أحسم بهم المكون للمحصل X واجمع كل المكونات باتجاه ال-Y عشان أحسم بهم المكون باتجاه ال-Y في نهاية الأمر لو عايز أجد المحصل R يكفي أني أتبق القاعدة التالية يعني أنه RX تربيع مع RY تربيع كله تحت الجدر لو عايز أحسب الزاوية ثيتا هنا اللي هي ما بين المحور X والمحصل R يكفي أني أتبق القاعدة التالية ثيتا بتساوي T-1 RY اللي هي مقابلة على RX اللي هي مجاورة بالنسبة للزاوية